اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بورقة جماب الماضي يعني قال الناس هيتلعب بورقة جماب الماضي ناس يحضروا جماب الماضي بيحطوا استقالة ناس بيحطوا ناس مننا يقول لك لا كل واحد وكيفاه علي باش يكون على بالكم وانبلغت درجة التعفن في كرة القدم الجزائرية مستويات تنذر بنصف انجازات كرة القدم في الفترة الاخيرة والحديث هنا عن تتويج الثاني بكأس افريقيا للامم بعدما وصلت التعفن والحرب الطاحنة بين واضي الشابيب ورياضة السيد علي خالدي ورئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين ستشي لكرة القدم الى المنتخب الوطني والناخب جماب الماضي الذين اصبح وان الذي اصبح ورقة ورقة الضغط من التعرفين من التعرفين هذر الحقيقة شكو لي يرضى عليه هذه وهو ما ينذر بمستقبل غامض للمنتخب قبل تصفيات كأس العالم التي ستنطلق شهر جوان انا ما اكرمش عليكم انا منتخب وطني انا بقول نصيف بقول نصيف قدوا ان شاء الله الناس اقوياء في الاتحادية يجو قالك اخدموا كل واحد يخدم خدمتها جماب الماضي عندهم تدريب بتاعه انتوما قلعوا اي اخدوا الناس اقوياء بمعنى كلمة الصح نشاهدنا يعني ويجاء رفض الناخب الوطني لخروج لإعلام يوم امس الاحد وحتى تنقله الى ملعب تزيوزو لمشاهدة مباراة شبيبة القبائل ونادي بارادو لتفادي الاسئلة الخاصة بانتخابات الفاف حتى لا يتم استغلالها من اي طرف حتى لا يتم استغلالها من اي طرف ويحدث كل هذا واسط صمت رهيب من اعلى سلطة التي يجب ان تتحرك لوقف هذا العبث والمضي بالمنتخب لتحقيق اهدافه وهو ترشح لكأس العالم المقررة في قاطر هنقولون هنال تبغوز صح ولا تبغوز نجون نبريكولوليكم ولا هذه هي الحقيقة فلا يعقل تحطيم في هذا البلد كل الامور الايجابية والتي تمنح الفرحة وسط كثير من اشياء يعني السلبية ساهمون هذا المنتخب الوطني هو الذي يمنح الفرحة وسط الكثير من اشياء سلبية فالاستقرار الذي ساهم في تحقيق يعني استقرار فني استقرار فني استقرار فني بين اللعاب والمدرب ويساهم في تحقيق نتائج طيبة للخصف الذي يبقى دون هزيمة منذ 23 لقاء كامل قد يذهب كل هذا في مهاب الريح بسبب تدخل يعني تدخل ناس نقوله بالكاين أمور ما هيش تبشر بالخير ما هيش تبشر بالخير حلا فرحنا أنا واحد من الناس فرحت أنا واحد من الناس أني قريب ندير الطعام أني قريب وغادي من نبغي ندير الطعام لعرض الناس يجو قد أني واعد ناس أني واعد ناس أني واعد ودرنا نحن فوتنا ملومة ونعود 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 ون يوجد خاصة ون بعض الناس يرمون بثقة لهم في نش أخبار وإشاعات وصلت إلى مسامع جماب الماضي أيها الاستقال لما الاستقال هو صوال حول الكلس وهو ما ينطبق أيضا على حاشية زتشي التي تسعى بدورها للضغط بورقة الناخب الوطني وهي الوضعية التي لم يعد يتحملها المدرب الذي يبقى همه الوحيد التحضير لمبارتين زومبيا وبرتوانا في أفضل ظروف وسعي للتحقيق هدفه الأول بالتواجد في كأس العالم غير أن بقاء الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يهدد استقرار المنتخب الوطني في حال ما لم يتوقف هذا الشكل هذا العصاري الشكل هذا الشكل هذا العصاري يا صاحب دعو دعو الدولة تدخل الدولة حبس كل شيء سأتون إلى بدمتك سأتون إلى أن أدفع تكتبين سأتون إلى البدء أقول لها أي ديقة شي دولة نورمان موكي مهاكسا وأنه لازم لازم كز اللعب ألوح ألوح نورمان موكي مهاك وانتضح بأنه جامب الماضي وإنه شوية ألبلك من هذا الأوضاع هذه العدرة هاي 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 وين الغاء ندوة صحفية والغاء مش يروح يتفرش فيه مباراة فينك الغاها وهذا بسبب السراع بين وازل الشابيب والرياضة والفاف والأخبار والشائعات التي باتت ثم لم يعد يتحملها المدرب الذي قرر الإبتعاد عن سخب الصحافة سواء في الندوة الصحافية التي كان من المفترض أن يعقدها يوم الأحد أو حتى معينته لمباراة شبيبة القبائل ونادي بارادو لتفادي أسئلة الصحافة حول ما يحدث حاليا لكن الرجل وحسب المقربين منه شرطه الوحيد للبقاء يكمن في حصوله على ورقة بيضاء مع المنتخب في الاتحادية الجديدة يا ودي قعد أنت قعد تخدم تعمل كاشي غادي يوصلك جميعا بالماضي انت شامرها معك تعمل كاشي غادي يوصلك وهو الأمر الذي يكون واضح الشبيب والرياضة قد وعد به والأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستحمل الجديد وسيكون للناخب الوطني رأي بعد مباراة بورتوانا حيث لا يرغب الرجل حاليا التعطير في اللعابين أو المنتخب حنا نتبه ناوه إن شاء الله بربي كما يقول لك هذا 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 صوالح قعمش يملاح للمنتخب الوطني جزائري كالي قالك شي مبير كيفا ما هضرت كيفا ما رديت على معجوزي كيفا الناس عما يردوا وحنا أنا تبلي منزيدوش ليسونس على النار زاتشي راح خلي اللي باي يهدر يهدر ران نمو Rug فين بهذر هذرا جامب الماضي كوي روح زاتشي روح جامب الماضي كان يقول فيها ذكا الغايطة متعقلوش الغايطة الغايطة اصلاً كان يقول فيها كان يقول كوي روح زاتشي جامال غاد يتنير باي روح أولي جامال راقات جامال جامال ناس يتخدم ناس تتخدم الجزائر تعذروا ودوروا لها على كلمكم